رسالة تقول أريام تقول يا شيخ هل الشيطان يوسوس في شهر رمضان؟ هو بداية يجب أن نتفق من الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال تصفد الشياطين إذا جاء رمضان صفدت الشياطين يجب أن نتفق من الشياطين التي تصفد؟ هل هم المردة أم كل الشياطين؟ بعض العلماء قال هم فقط مردة الشيطان الجان المردة المردة وبعض العلماء قال لا كل الشياطين تصفد لكن ليس هنا المشكلة سيدتي الوسوس ليست فقط من الشيطان بل من النفس النفس أيضا توسوس علمتي أعطيك مثال الله ذكر أربع جرائم في القرآن الشيطان منها بريء ما ذكر الشيطان؟ أول جريمة ذكر الله عز وجل قتل قابيل هبيل قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله إذن هنا يعطيك الدلالة الشيطان بريء أصلا الشيطان هنا بريء ما وسوس لقابيل لكن الله قال نفسه الثانية وهي زليخة لما دعت يوسف عليه السلام للزنا قالت وما أبرئ النفس إن النفس لأمارة بالسوء إذن الشيطان بريء مو الشيطان لوسوس لها الثالثة لما أخذ إخوة يوسف يوسف ماذا قال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمره ما قال شيطانكم فالشيطان بريء الرابعة السامري السامري ماذا قال لموسى عليه السلام لما أخرج عجلا جسدا ماذا قال 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 وكذلك سولت لي نفسي قالها قال وكذلك سولت لي نفسي هذا من قالها السامري فالله أعزل ذكر أربع جرائم في القرآن ما ذكر الشيطان الشيطان من وسوس له حينما رفض أن يزد لآدم وصلت الرسالة فالنفس أخطر من وسوسة الشيطان النفس حين الشيطان نتقيه أعوذ بله من شيطان رجيم آية الكرسي إلى النهاية خلاص يذهب لكن النفس تبقى ملازمة لكي لا تستطيعين الفكاك عنها فالوسوسة التي تأتيك في رمضان ربما من النفس ليست من الشيطان الله أعلم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر